بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معاكم مستر أحمد الباشا وإن شاء الله هنبدأ مع بعض تكملة لسن ثري موشن تعالي اتكلم عن تكنولوجيكال أبليكيشن أوف ويفز يعني أهمية الويفز دي بيقول لي سام تكنولوجيكال أبليكيشن أوف ساوند ميكانيكال ويفز بعض التطبيقات على الميكانيكال ويفز زي الساوند مثلا بيقول لي أن examining and curing equipment for human body using sound waves في بعض التطبيقات اللي بتتم زي الألتراسونيك ويساون ويفز في بعض التطبيقات بتتم على جسم الإنسان وفحص الإنسان وكده دي بتبقى معتمدة على الميكانيكال ويفز برضو الميوزيكال الويفز مش هنقلنا الساوند ده الساوند ويفز يعتبر ميكانيكال فالصوت تطبيقات الصوت المزيكة اختراعات المسلا الفايلون مثلا أو البيانو أو الكلام ده كل الحاجات دي معتمدة على الصوت وضبط الصوت والنغمة وإن الصوت يطلع مثلا رفيع ولا خشن ولا إيه بالضبط فالميوزيكال الوسترمنز كلها معتمدة على الساوند والساوند ده اعتبر ايه؟ كمان الحاجات اللي بتزبط الصوت وكده في الإزاعات وكده كل ده بيعتمد على الصوت الإزاعة مثلا بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على نقل الصوت وبالتالي دي تطبيقات كده عامة على موضوع الميكانيكال ودي الأهم حاجة فيها إنك تعرف الألترا سونيك بتستغرم فيه الإجزامنينج إيه؟ في فحص جسم الإنسان إنما اللي أهم من ده بقى اللي أهم من الميكانيكال هي الإلكتروماجناتك الإلكتروماجناتك ويفز اللي هي دي اللي مهمة جدا الإلكتروماجناتك ويفز زي مثلا الألترا فيولت ويفز اليو في لازم تحفظ الآن ده الألترا فيولت ويفز they are used to sterilize and set surgical operations rooms يعني بتعمل sterilize to the sets يعني بتعقم الأدوات والمعدات أو في surgical اللي هي الجراحية operation room اللي هي العمليات الجراحية أو غرف العمليات الجراحية surgical operation rooms الاكس ري بتستخدم في إيه الاكس ري دي لما مسلا واحد يكون لقد ده ده وقع مسلا إيدي تكسرت فقاله رو هيعمل لأشعار أشعار اسمها أشعار اكس بتفحص الجسم وتوريك اللي جوا جسم يعني لو فيه مسلا فراكشر أو فيه مسلا كسر في العظم فتوريه لك فقال لي بتفحص المعادن وتورينا كمان مثلا أنت راجل بتاع دهب فالخاتم بتاعك ده حس إنه هو في مشكلة فبتفحصه بالأكس ري ستارينج إينار ستركشور أوف مينرال الكريستلس لو أنت مسلا واحد دكتور وبتفحص مسلا كريستالات ليه ملح معين أو كده فأنت بتستخدم الأكس ري الأكس ري عمون بتورينا الحاجات اللي جواه يبقى أول حاجة بنستخدمها في الإلكتر الماغنيتك هي الاستراليز بتستخدم في في حاجة اسمها جواهما ري جواهما ري دي نوع من النوع الأشعة لو أنت حابت تعرف عنه أكتر خش على جوجل وكتب جواهما ري ويعرف أكتر عنها بتستخدم في في الاستغنامات الطبية يعني بيستخدم في فحص الجسم وكمان اكتشاف الأورام وكده ده الجامري لازم تحفظ الكلام ده هيجيلك بمتحان كتير جدا الضوء اللي احنا بنشوفه ده مهم في الفوتوغرافيك كاميرا مهم وكل ده إلكتر الماغنيتك مهم في التليفزين كاميراس مهم في من أنواع الإلكتر الماغنيتك برضو اللي هو بتشغل بالريموت كنترول أنت عارف الريموت بتاعة التلفزيون ده بتدوس كده تطلع أشاعة العشاعة دي بتروح للتلفزيون تنواره أو تشغله وبتستخدم في العارف عارف إنته ساعات لما بتكون بتلعب جيم مسلا وفي وضع الليلي مسلا فأنت بتلبس نظارة نظارة خضرة كده بيجيب لك الرؤية خضرة دي بتستخدم أشاعة اسمها الإنفرا ريد ريس يبقى الإنفرا ريد ريس بتستخدم في بتستخدم في برضو يبقى الإنفرا ريد لها كذا استخدام لها استخدام في في الاستشعار عن بعد اللي هو مسلا عاوز تصور مسلا غير موضوع ريموت كنترول كمان عاوز تصور الحاجات اللي في فطن الأرض عن طريق أمر صناعي بتستخدم برضو ريموت سينسنج في نايت فيجين طب السلام في كوكي جيفود لي ساعات بتي في امتحان ده يقلت وقلو بيكوززي سري هاو هيت إفاكت لها تأثير حراري ممكن نصنع بها جهاز يطلع حرارة برضو بنستخدمها في الميكينج ريموت سيت زي زي كنترول زي ما قلت لكم ريموت كنترول وكده فدي استخدامات مهمة لي ال 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 يبقى أنا هاعد أذاكر الميكانيكا الويف دي الحاجات بتاعتها استخدمات طب ال ال دي استخدماتها ومهم جدا ان انت حفاظهم لأنها بتيجي في الامتحان كتير كده احنا خلصنا رسم سري ان شاء الله هنبدأ في يونيك جديدة في الفيديو اللي جاي بتمنى لكم بإذن الله كل التوفيق والنجاح كنت معكم مستر أحمد البشر باي باي